واقعاً مسألة البطالة في البلاد الآن أصبحت الأرقام أرقام كثيرة والإحصاءات التي تتحدث عن قلة العمل أو تبدل العمل بين فترة وأخرى لا شك هذا ينشأ من عدم استيعاب الطاقات والكفاءات والاستفادة منها في وظائف مقررة للدولة في الكثير من خطبيها وتوصياتها ركزت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف على ضرورة توفير فرص العمل للشباب واستقطاب الطاقات والعقول وإنصاف أصحاب الشهادات وهذا ما تجسد بشكل واضح في إحدى أهم الغايات لمشاريع العتبة العباسية والتي أولت منذ بداية انطلاقها على أن تكون ملاذاً لآلاف الشباب العراقي الباحث عن العمل بل حتى وصلت إلى المدن النائية والريفية والصحراوية وخلقت في المناطق المحرومة مشاريع جديدة انخرط فيها أبناء تلك المناطق بعد أن كانوا يقطعون مسافات طويلة وينتقلون إلى محافظات أخرى بحثاً عن مصدر رزق لهم وكذلك لجأت المشاريع إلى الاعتماد على الطاقات والعقول العراقية في تطويرها وتنفيذها واستقطاب المهاجرة منها في كثير من الأحيان ليجد المئات من أصحاب شهادات العليا والمختصين في مشاريع العتبة رافداً وداعماً لهم مواثقاً بعطائهم وهذا ما تحقق ثماره بنجاح تلك العقول والطاقات في إنجاز أكثر من 150 مشروعاً حيوياً واستراتيجي في جميع المجالات خلال فترات زمنية قصيرة وبعض تلك المشاريع كان أشبه بالمستحيل لو لا ثقة العتبة وإدارة القسم بالإمكانيات والخبرات المحلية وقدرتها على تحريك عجلة الاقتصاد الراكدة نتيجة الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد